طيب هنروح لكرة اليد سيدات وعندنا مباراة ايضا قوية مع نادي سبورتين هتكون امتى المباراة دي هتكون غدا باذن الله طبعا الجولة هيكون في الجولة الاثناشر وهتكون يعني باذن الله على صورة الامير عبدالله الفصل الساعة كام الساعة السادسة مساء طبعا بيقود الفريق الكابتن محمد عادل زولة وكابتن ميشا كابتن ميشو المساعد فريتنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين وتابعتم على شاشتنا اكتر من مرة وكابتن محمد عبوارس طبعا يعني لازم نذكره طبعا كأحد افراد الجهاز فريتنا بتتصدر الملحقة الدوري براسية 32 نقطة اقرب ملاحقين لو انادي الشمس براسية 27 نقطة وعايز اقول حاجة لو تفتكروا احنا كلمنا عن الفريق ده وقالنا في بداية الموسم كانت تلقى هزمتين في بداية السنة كانت تقريبا من سموحة وراح خسرا من الشام والتيران فاكرين يا جماعة وحتى والسادة المشاهدين وجمهورنا دي الاقلي تساءل يعني طبع ازاي الفرقة يعني هو اللي حصل ليه تراجعت بالشكل ده لو تفتكروا حضراتكم ساعتا احنا قلنا ايه قلنا يا جماعة الفريق ده محتاج شوية وقت محتاج هارموني محتاج مطشاط جهاز فن جديد مجموعة كتير جدا من اللاعبات تم تصاعدهم مجموعة جديدة من اللاعبات اول مرة لعبوا مع بعض تم تغيير المحترفة التونسية في نص الموسم باخرى سنغالية يعني اصدق لكم ان الفريق كان محتاج مباريات واحنا راهنا ان المباريات هتحسن اداء الفريق النقاط بتقول لهو 32 نقطة انت متصدر وراق نادي الشمس دايما المنافس بتاعت السنوات الماضية كان نادي الشمس مباراة اللي جاي سبورتنج مهم جدا نكسبها هيتبقى ان مباراة تانية مع نادي الجزيرة في حالة فوزنا على مباراة نادي الجزيرة هنتصدر للترتيب وده مهم جدا برضو عشان هنخش بنفس قصة الرجال هيتبقى فارق نص نقطة عن اقرب منافسيك وده هيديك ادفانتج عالي جدا جدا طيب الفرقة عندها كان بطولة نقصين ده الدوري بتلعبوا ولسه عندهم الكاس حلو الكلام وطبعا هيطلع من تم الفرقة دول اربعة يلعبوا دورة مجمعة على النهائيات ولسه في بطولة المنطقة لعبوا فيها بعض المباريات ولكن لم تحسب بطولة المنطقة كمان يبقى كده عندنا ثلاث بطولات منطقة دوري اللي احنا شغالين فيه وايضا كأس مصر لسه الفريدة الحقيقة ملعبش بطولة كاملة للنهائي نتمنى التوفيق احنا بدلت انه اعتبر في النص التاني من مارس الدنيا بتجري هتغمض وتفتح حقيقة نفسك دخلت في شهر ابريل شهر مايو الدوريات بتخلص يبتدي بقى حصاد الموسم كله طبعا اكتر واحد بيبقى مستني اكيد الحصاد ده هو كابتل خادر العاوض من دير شاط الرياضي الحقيقة يعني بيبزي الموجود كبير جدا احنا نحن نحن بالحقيقة لانه عايز واكتر واحد يعني موجود يعني نفسه الفرق المختلفة تحصد اكبر عدد من البطولات